أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم تأملي بسيط جدا لكنه قوي جدا في نفس الوقت ما أقصد العنوان أو الموضوع سيسحق الشيطان سريعا وهذه الآية مأخوذة من رسالة بولوس الرسول لكنيسة روميا إصحاح 16 والآية 20 وخليني أقرأها مثل ما هي إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا إله السلام يعني حط موضوع السلام إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا طبعا إله السلام لأن الإنسان فقد السلام من لحظة دخول الخطية وهذا برجعنا نفس الكلمة سيسحق إلى سفر التكوين النبوة المسيانية أو المسيحانية بعد سقوط الإنسان بالخطية الرب أعطى أول وعد وهذا الوعد طبعا بمجيء المسيح من نسل المرأة وخليني أقرأ الآية مثل ما هي كمان في تكوين إصحاح 3 والآية 15 وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبهم طبعا هنا الرب يكلم الحية اللي هي الشيطان اللي خدع حواء وأيضا انخدع آدم وسقوطه بالخطية الأولى ودخل الموت واجتاز إلى الجميع حلت اللعنة لكن لاحظ النبوة سيسحق الشيطان سيسحق رأس الحية أو سيسحق رأس الشيطان من هاي النبوة يعني بشجع الناس على يوم من الأيام سيرجع هذا السلام عصر السلام وهذا ابتدأ أحبائي بمجيء يسوع المسيح ولادة يسوع المسيح حتى من خلال الولادة هيرودوس حاول يتخلص من المسيح حتى يتخلص من النسل المرأة أو رأس النسل اللي هو الرب يسوع المسيح ولكن قمة هذه التتمة تتمة النبوة هو في صلب وقيامة الرب يسوع المسيح عندما ولد شعب جديد شعب اختبر الولادة الروحية واختبر الولادة من فوق في هاي اللحظات الرب يسوع صحق رأس إبليس من خلال عمله على الصليب والمؤمنين بيسوع المسيح مشتركون طبعا في هذا الصحق صحق الشيطان بنفس العملية مش بقوتهم على أساس ما فعلوا يسوع المسيح مكتوب في عبرانيين صاحب 2 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس حتى يعتقنا ويحررنا بالتمام فإذن المسيح بادى الموت بموته على الصليب ومكتوب في كلوسي الإصحاح الثاني إذ جرد الرياسات والسلطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه فإذن هذا الانتصار تم بمجيء يسوع المسيح قمة هذه التتمة بموت يسوع المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات وعلى أساس هذه النصرة العظيمة نحن كأولاد وكمؤمنون نشترك بصحة الشيطان ألم يقل الكتاب وهم غلبوه أي غلبوا الشيطان بدم الخروف أي دم يسوع المسيح كلمة الله غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فنحن اشتركنا في هذا الانتصار العظيم لكن قمة هذا الانتصار يوم من الأيام لما المسيح فعلا بيعلن الانتصار الكامل بحسب ما هو مكتوب في سفر الرؤية إصحاح عشرين والآية عشرة مكتوب وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت وبيكمل بقول وسيعذب ليلا ونهارا إلى أبد الآبدين وهذه النصرة التامة والكاملة أنه كل مؤمن لازم يعرف حتى لو أنت بتمر في ظروف صعبة لو أنت مجرب حتى لو بيذكرك في ماضيك وبحاول يغويك أو يغريك أو يسقطك ويشتكي عليك في أي وسيلة في أي طريقة بيذكرك في الماضي ذكره في مستقبله وتكلم بإيمان ابعد عني يا شيطان لينتهرك الرب يا شيطان لأنه مصيرك بحيرة النار والكبريت وسيعذب الشيطان إلى أبد الآبدين فإذا من لحظة سقوط الإنسان الله دبر خطة خلاص الله بحب الإنسان الله إله اشتياق للعلاقة مع الإنسان لكن أجرة الخطية هي موت لكن من ناحية تاني هبت الله وعطية الله هي حياء أبدية بالمسيح يسوع ربنا فالمسيح لأنه أتى بالجسد واشترك بجسم بشريتنا وكابن الإنسان الكامل استطاع أن يهزم الشيطان ليس فقط في التجارب على الأرض وليس فقط في صحقه صحقا تاما على الصليب وسيرنا في موكب نصرته في كل حين لكن في يوم من الأيام سيكون هذا الصحق التام عندما يضع إبليس في البحيرة المتقدة وسيعذب إلى أبد الآبدين فالرسول بولوس عم بشجع المؤمنين يقول وإله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا إن هذا الوعد سيصحق رأس الحية لأنه ممكن يعني مثل ما بتقول النبوة إنه ممكن المكسيموم يعمل اللي عمله الشيطان هو أن يصحق عقب المسيح أي يسبب له الألم لكن المسيح سيصحق رأس الشيطان يعني بلغة الملهكمة سيضربه الضربة القاضية ويهلكه إلى أبد الآبدين وإحنا مشتركين في هذا الانتصار لأنه بالحقيقة إحنا من نفس النسل لكن المسيح هو رأس الخليقة الجديدة اللي صحق الشيطان اتشجع اتشجعي يا من تمر في تجارب يا من تتألم في هذه الحياة يا من كما قال المرنم لأنك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفضلنا دخلتنا في النار في الماء والنار جعلت ضغوطا على مؤتوننا ركبت أناس على رؤوسنا يعني في مزمور 66 من آية 10 لآية 12 أنا جبتها بالعكس الآية لكن مكتوب ثم أخرجتنا إلى الخصد فإذا غرض الله مش تضلك أنت عايش في سلبيتك عايش في مضيك عايش في فشلك عايش في هزيمتك في عارك في خزيك الرب رفعنا افرحوا في الرب سيصحق الشيطان سريعا ولاحظ إله السلام الإنسان فقد السلام وهذا السلام يرجع مكتوب عنه في روميا 5-1 فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح لكن في يوم من الأيام هو رئيس السلام إله السلام ملك السلام اسمه السلام مش بس رح يصحق رح يجيب عصر السلام الطمأنينة النصرة الأخيرة والكاملة لأولاد وبنات الرب اللي عانوا كل أنواع المعاناة لكن شو بنتعلم من هذا الدرس إن قوعك ينضحك عليك أنت إنسان قوي في الرب يسوع المسيح ومن خلال دم المسيح تستطيع أن تصحق الشيطان ومن خلال اسم الرب يسوع تستطيع أن تنتهر كل قوات العدو فأنت اتمسك بوعود الرب وتشجع لا وبأ ولا ضربة ولا أي شيء ممكن ينزع فرحنا أو سلامنا سلامنا مش من الخارج سلامنا من الداخل سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم وليحفظ سلام الله يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع بس أنت محتاج تأخذ الخطوة الأولى أنك تعترف أنك أنت فقدت السلام وعايش بترثي لوضعك وماضيك وهزيمتك وفشلك وعم بتعيش في إحساس الخزي والعار الرب عاوز يرفعك اعترف للرب كنت للرب اعترف بخطيتي توب عنها وتركها وحط ثقتك في يسوع اللي انتصر يعني انتصر على الصليب من أجلك ومن أجلي شو رأيك نقول له سامحني يا رب تعال اللهم ارحمني أنا الخاطئ اقبلني لمجدك وأنا اليوم عاوز أقبلك تكون ربي ومخلصي إذا الرب بقلمسك بحب أسمع منك جرب تحط لايك وكمان كون شريك معنا في الخدمة اعمل شير على هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يتشجع بهذه الرسالة والرب يكون معك ويبالكك